السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله سيكون الحديث حول عملة البيبي دوك هذه العملة والتي سوف نقوم بمشاهدة معادتها خلال السبعة الأيام الباضية إضافة إلى ذلك على أننا سنقوم بمتابعة لأشراط الخاص بهذه العملة وخبر جيد وسيكون خبر ممكن أن يكون مؤثر بخصوص العملة وأنه سيكون هناك إضافة لأسطور سوف نقوم بمشاهدته إضافة إلى ذلك على أن هناك خبر عليها بخصوص البيبي دوك سنقوم بمشاهدة كل هذا في تفاصيل هذا الفيديو تابعونا من خلال مشاهدتك لهذا الفيديو مشاهدة ممتعة تمام إخواني فكما تشاهد معي الآن نحن على الصفحة البيبي دوك سوف على تويتر فهناك عديد من الأخبار التي مانت خلال هذا الأسبوع خاصة غيابي في هذا الأسبوع قلت لكم على أن ستكون هناك عودة وسأقوم بإكمال لكم التحاليل التي كنت أقوم بنشرها لكم هنا أكثر بحثا على المنصة 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 هذه هي العملات التي من بينها البيبي دوك إذا فلي ذلك على أنها كذلك خلال هذا الأسبوع تحصلت على أفضل عملة يعني عملة البامبيشين يعني خلال سبعة الأيام نعم هنا سعدنا قليلا هذا من نسبة الدائفة يعني هناك حديث حول العملة كذلك البيبي دوك هنا كذلك كان هناك أيضا بخصوص عملة البيبي دوك يعني من منصة لغوبي يعني كذلك هنا لو سعدنا قليلا هنا غوديان لهذا على منصة أو لهذا على العملة ببيبي دوك وهنا كذلك دعم لأهد العملة من خلال هذه المنصة طبعا فلو سعدنا إلى الأعلى كذلك سنشاهد حتى أننا هناك خبر بخصوص منصة على أنها أصبحت الآن تدعم زر شراء هذه العملة وهذا شيء ليس فقط شيء باله هناك هذه الأشياء كلها هي إيجابية يعني هنا كان يعني بخصوص يعني التويتر هنا كذلك الرسومات التي تم نشرهم على سياء واللي قد ظهر معك على الشاشة هذه هي التصاميم الخاصة بالنفتي تري دي اللي قد ظهر معك على الشاشة خاصة بالبيبي دوك واللي قد ظهر معك التصاميم مع الأسعار الخاصة بهم والتي تشاهدوها هنا تمام إخواني هذا كله شيء هذه كله أشياء جيدة بخصوص من عملة البيبي دوك وهذه يعني سوف يؤثر على العملة بالشكل الإيجابي شيء مهم جدا هو أنه الآن يتم تجهيز وحد ستور خاص بالعملة وهذا ستور هذا واللي بالفعل بدأ الدبلومنت يعني يشتغلوا على هذا ستور هذا وهناك توقعات على أنه ستكون واحد حركة إيجابية مباشرة بعد أو قبل نشر هذا الستور يعني مع الإعلان عن موعد يعني نشره سوف يكون هناك وحد العملية تصعود لكن عند الإعلان وعندما يصل الموعد يعني الإنطلاق هذا الستور أفضل أن لا تقوم بعملة في ذلك الوقت حتى لا تكون يعني ضحية لعملية البيع التي سوف تتين هنا كذلك أجمع لنا واحد يعني أجمع لنا خلاصة لهذه الأسبوع من خلال هذه الصورة لقد ظهر معك من خلال إنجازاتهم اللي حصلت عليها هذا الأسبوع هذا لو قلنا تحدثنا هنا يعني نسعدنا إلى الأعلى سوف نشاهد يعني الخبر اللي هدرت لكم على الكوانبيرز اللي أصبحت الآن كتدعم عملة البيبيدوغ من خلال يعني الزر دي العملية الشراء اللي كي ظهر معك الخبر على الشاشة والخبر اللي تم نشره يعني خلال الساعة الماضية سنذهب الآن إلى الشراء وقبل ذلك سنذهب إلى البرون اللي أرى على أن واحد الحركة إيجابية أرى على أن هناك في الـ 24 ساعة توجد واحد يعني واحد الحركة اللي ممكن أن نسميها إيجابية واحد ترند اللي هو صاعد وهذا الشكل الإيجابي أعتقد على أن البيبيدوغ فقط سوف يكون هناك مشكلة فقط في خلال الوقت لكن هذه العملة ممكن أن نشاهد يعني في هذه العملة وحسب الصعود اللي هو قوي جدا لو تشاهد معي دائما الحق هنا في محلة صعودية ولي كده معك أن جاءت لكم بالآخر ديال تريموند لو مشيت لكم يعني السياطين هنا آخر سنة يعني التحديثات ديال آخر سنة في عملية الحرق سنشاهد على أن هناك حركة إيجابية بخصوص الحرق دائما يكون هناك عمليات حركة قوية للعملة وأقولها وإعيدها يعني مشكلة البيبيدوغ هو فقط في السابلاي يعني سوف نشاهد العملة من خلال يعني عمليات الحرق يعني سوف تسعر هنا هذه الشرط اللي يظهر معك على الشاشة هو خاص بالوانير اللي يظهر معك في السنة يعني من 2022 إلى 2023 ركضها معك على الشاشة هو حركة إيجابية ومؤشر جيد على أن السنة في عملية الحرق وتحسين الحرق هذا غير يؤدي إلى زيادة كذلك عدد زيادة سيولة وعدد المستثمرين في العملة طبعا بالنسبة للشرط الذي تحدثنا عنه سابقا إن شاء الله توقعاتنا حول هذا الزون اللي يظهر معك على الشاشة دائما يعني دائما يعني عند الملامسة 8 أصفار 2 سوف نشاهد هنا الصعود ويلامس لنا هذا المستوى بعد ذلك يعود مرة أخرى كان هناك اختراق لهذا المنطقة هذه لهذا السعر هذا ربما سنشاهد العودة مرة أخرى لـ 8 أصفار 17 45 بعدها سيعود مرة أخرى لأعمالي للصعود لأننا أعتبر على هذا المنطقة هي واحد من منطقة التي يمكننا نسميها بالسيبوت زون هذا المستوى الذي سبق لي أني حددتكم عنه وصمت لكم في هذه الفيديوهات السابقة وضعت لكم على السيبوت زون اللي سنشوف فيها واحد الصعود يعني بالنسبة للناس التي تتبحث عن مناطق شراء جيدة بمجرد وصوص السعر إلى هذه المناطق حتى بمجرد الوصوص السعر ما بين مستوى 8 أصفار وما بين مستوى 8 أصفار 17 ومستوى 8 أصفار هذه المستوى ما بينها يمكننا نسميها بالسيبوت زون بحيث أن المنطقة سوف نشاهد فيها واحد العملية الصعود بخصوص عملة البابي دوك أقولها وأعيدها وقلتها لكم منذ يعني قبل حتى بداية العام قلت لكم على أن 2023 ستكون هي حصاب لما شاهدناه من إنجاز يعني عمل البابي دوك خلال سنة 2022 وبالفعل كان هناك في واحد البامب اللي شفنا على أنه بامب جيد وبدأت الآن محلة التصحيح لك الضمعك على الشاشة عملة التصحيح واللي هفتات يعني هفتات هذه الهبوط التي تشوفها معي الآن بعدها سوف يستمع مرحلة مرحلة التدبدب هنا إلى أن نشاهد واحد البامب مرة أخرى وهذه هي الحركة العادية الخاصة بالعملات البابي دوك ولحتى شبائنو ولحتى عملات صيدة ما إلى غير ذلك من العملات الأخرى فإن شاء الله سيكون عندنا حديث حول لونسي غدا إن شاء الله وكذلك سوف يكون عندنا متابعة على البابي دوك وكذلك شبائنو وكذلك بعض العملات الأخرى العملات القوية وإن شاء الله سوف نتابعه معكم على قناتنا اشتركوا في القناة وفعل الجرس كان مخيس السلام عليكم وحمد الله وبركاته